السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة ليدي ليست حاكمة مرحبا بكم فيديو جديد مع وصفة جديدة ولي انتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجيكم على قانتكم وتجربوها غادي تكون فوري نواخ فرسيون دميل وانتخو اول حاجة بنسبة لفوري نواخ كان تنصيبو لاجنواز لاجنواز الاكترية كيعرفو الوصفة ديالا فيها ربعات البيض مية وعشرين جرام ديال الطحين مية وعشرين جرام تسكار مع القديل الخمارة الفاني هدي لباز احنا هني غدي نديرو انفوغين واغ يعني لاجنواز غدي تكون فيها لبود غد الكاكاو ولهذا غدي نديرو تسعين جرام ديال الفاغين وثلاثين جرام ديال ديال الكاكاو المر دائما بالنسبة لاجنواز بيضا 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 وحدا لقدر اللي كان ديلو لاتسكار 30 جرام و 30 جرام ديال الفارينو هدي لباز هدي هدي معروفة لاجنواز هكا كتخدم لو اول حاجة كانت طلعو البيض مع السكر اما نخدموه بالباتور يعني بالروبو اما نخدموه بالباتور دياليد اللي بغيتو اللي عندكم توفر كان بقاو نخدموه حتى كيولي الفوليم ديال 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 الخاليط تيولي مضرب في ثلاثة وكيولي بيض وكان دورو باش نزيدو عليه النواشف خلطنا هنا يا تسعين جرام ديال الطحين مع ثلاثين جرام ديال الكاكاو غربلناهم فوق ديال الخاليط وغدين بقاو ندورو يدينا كيف ما قلت لكم مع القادية الخميرة ديال الحلوة وكان بقاو نصد ديال الطحين ود الكاكاو وعاو تاني ستعلي هنا نصلا خور باش نخلطوه بالعقل بلما نطيحوا لابا غير اللي صوبنا باش تبقى ديال مصطلعة وكتجي نالاجين واز مهوية وكتجي رطبا وكتجي يعني التكستير ديالها رائعة فما قلت لكم شفاش كنت كنت كنطلع سكر والبيض زيت واحد لا تدل مع القاد ديال الحليب دافي إما الحليب دافي إما الماء أسخن مهم تبقى لكم الاختيار كنكونو سخنا الفران غادي نحزو يدينا كيف ما العادة ونديرو في المول ديالنا اللي فرشنا له البابيسي الفريزي ديالنا له جنيبات باش يجينا سهل ندموليوه نحيدوه تننطيبوه في الفران 4 ساعة الأولى 180 دراجة و20 دقيقة اللي كتبقى كنهبطو الحرارة 160 باش كتطيبنا لاجين واز وكتطلع لخطرها وكتجي رائعة نجونا لاجين واز ديالنا طابط قسمتها الى ثلاثة وغادي نمرو باش نصوبوا لكخيم لكخيمة مادرتش فيها الجيلاتين مادرتش فيها حتى شي حاجة لكخيمة مادرتش فيها الماسكاربون ولا كخيمة خيش الحك ديال الماسكاربون ستليه 300 قرم ديال لكخيمة خيش ستليه ثلاثة دل مع القديل السكر والفاني وغادي نطلعو بالباتوغ فاش كنستعملو الماسكاربون كتشدلينا لكخيمة تبقى شدة ما كتطحش يعني عوض ما نديرو الجيلاتين وإلى آخره كنستعملونا الماسكاربون وكنتطلعها كتشي رائعة وكتبقى شدة يعني شحال ما بقت في هذه الأثناء أراني ما تصورت ليش المرحلة ديال الشكلات اللي غادنا نزوق بها لفوغين واغ ديالي مهم دوبت الشكلات تلقتوا على واحد الورقة دوست عليها خليت واحد شي شوية شدراسو دوست علي بالفرشيطة وعطاني واحد العويدات لديكم ما باش ديكوريت لفوغين واغ ديالي عندما غادي تشوفوا الشكل نيهائي وغادي تفهمو ودرت شوية ديال الشكلات محكوك هو اللي درت في الجنيبات الشكلات حكيته في الحكاكة ديال ماتيشة ودرت في الجنيبات يمكن لكم تستعملو الموس الإيكونوم حتى هو كي يهبط لكم ديال تاعتكم بحال دي بتيغولو ديال الشوكولة المهم شوفو انتم الطريقة اللي غاديكم سهلة وغادي نمرو باش نديرو المونتاج عند الديسك الليولاني درت له السيرو السيرو درت فيه الماء والقهوة سريعة الدوابان وشوية الكاكاو باش يجي منكه وتنفزقو مزيان الديسك ديالنا نديرو ليه باش كي تجير تبا وكي تجي فازكا وكي تجي منينا كنديرو التولوت ديال لكهم د المونتاج اللي وجدنا غادي نتلقوها على الوجه ديال البرمير ديسك ديال الجنواز وشريت لسيريز يعني كونفيت موجودين تيكون تيتباعو في مرجان ديال ديال العيشة هما اللي استعملت نديرو شوية ديال لسيريز فاد لوجه هادا فاد لها تبقى نوزعوهم على الوجه ديال وغادي نديرو لكوش تانية ونبركو باش قد تنستحو باش نجينا القاتو ديالنا مقد ما كيجيش نجيها طالعا وجيها هبطة وغادي نسقي وعاوتاني بالخالي ديالنا ديالنا ديال القهوة والكاكا والمسخون وعاوتاني غادي نديرو ننفس العملية اللي ديالنا ديالنا يعني نديرو ننكوش ديال الكريم ونديرو فقمنا شوية ديال سيريز طريقة بسيطة ونتيجة زوينة يعني لا تشهينا هكا يا انفوغي نوار يمكننا نصعبوها في الدر ديالنا بلا ما نحتاجو نشريوها يمكن لكم ما ننسيت ما قلت لكمش بالنسبة للكريم هي الماسكاربون يمكننا نستعملو بلاستهم لبودرة شانتيية راكم عارفين نديرو لها كاس ديال المبارد او لكاس الحليب وكاد طلعوها كاد طلح تايا كتبقى شادة يعني لها لغاتو هادا يخصون جوج ديال الخنيشة ديال الشانتيية ويعني نفس النتيجة تبقى لكم الاختيار هذا باديل ما كاد تشغاليها نزيدو عاوتاني شوية ديال السرغيز وقد نديرو لكوش الاخرة اللي غادي تكون في الوجه غادي نضغطو عليها كيف مدرنا بنسبة لي دوز و تخكوش وغادينا ننزوق الوجه ديال ما بقى ليش سيرو اللي وجيت تدرت السيرو ديال يعني القرعة ديال اللي شريت هذك السيرو اللي كان في هذك السيرو المادق دياله رائع تهوة يعني بدلت منكهات كتجيز بينا في الحقيقة غادي نزوق الوجه ديالنا طريقة اللي بغينا يعني كل شي راك يعرف دابة كيف يش يزوق كل شي راك يعرف يعني الناس حتى اللي ما تي المبتدئين راك يعرفوا و تيبقى ديالك ساعة إبداع كيف ما تشاهد وتصوبوها صوبوها تان اي طالي ولك خمع الوجه ومع جنيبات طريقة سهلة بسيطة ما فيها حتى شي كومبليكاسيون هذا هو كندلوها مع الجنيبات ومع في الوجه و كيف ما كتشوفو كيف ما قلت لكم غادي نزوقو خليت شوية اللي كخيم غادي نوزعوها هكا وغادي نديرو فيها في ذاك ال الغريدة اللي صوبت كنديرو فيهم انتكيالي كتسمع السيغيز شغلو قطو يعني كنديرو السيغيز فوق كله وغادي نزوقو لا فوغين ما غدينا بالشوكولا اللي قلت لكم الجت وسمحوا لي ما تصورت ليش لفيديو مرة اخرى ان شاء الله هنديلكم فيديو سبيسيال وهذا هو الشكل النهائي ديالة فوغين ما غدينا جد رائعة انتمنى تجربوها وتخليوا لي تعليق ديالكم كيفما العادة وتشكركم على تتبوى ديالكم وتشجيع وانتمنى هذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله في أحسن الأحوال وإلى اللقاء في فيديو جديد مع وصفة جديدة استودعكم الله الذي لا تدعو ودعوه مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة